ترى فيه في القانون المصري عقوبة للتحرش بالأطفال؟ بالتأكيد فيه عقوبات للتحرش بالأطفال بس بداية لازم أحدث إحنا بنتكلم في مفهوم التحرش اللي موجود في القانون هو إيه بالزبط واللي حضرتك تناولته في بداية الحلقة أولا مفهوم التحرش كمفهوم صغير مفهوم ديئ هو بينطبق على الأول اللي هو استغلال السلطة للحصول على منافع جنسية كان يبتدى في المجتمعات الأجنبية في مجال العمل فقط استغلال السلطة للحصول على منافع جنسية بل طفل بيشتغل عنده واحد بالضبط لما ابتدى انتشر حالات الإزاء الجنسي بصفة عامة في المجتمع المصري منذ بداية الألفينات وخصوصا من 2005 ابتدى يتقرر هذا المصطلح ويستخدم بمعنى إعلاميا وبمعنى اجتماعي ما كانش عندنا لفظ التحرش في القانون لهذا الوقت أبدا فكان بيستخدم لكل إزاء جنسي بدءا من هدك العرض أو خدش الحياء إلى الاقتصاب ويمكن حضرتك كان مدخلك بالتحرش أنه يشمل كل هذه الأمور من أول خدش الحياء لللمس لهدك العرض للاختصاب أنا بكلم من المواطن العادي فاعتاد المواطن العادي أن يقول على كل إزاء جنسي هو تحرش هو تحرش لكن الحقيقة حول المشارة والتحرش قانونا أقل للدرجة من هدك العرض والاختصاب قانونا طب هو إيه؟ يعني يمكن هقول تعريف قاريت له ورد في نشرة وزارة الأوقاف 2008 اللي هو عبارة عن إيه؟ كل قول أو فعل أو إشارة أو تلميح لها أبعاد جنسية بهدف إرضاء غريزة غريزة متعة بهدف المتعة الحقيقة في 2011 المشرح حاول يستدمج المستجدات فعد في القانون وقال كل من يتعرض لشخص بقول أو فعل أو إشارة لها دوافع جنسية أو إباحية أو إباحية سواء في طريق عام أو خاص أو في طرق مطروقة بصفة عام ده كان أول لفظ استخدم فيه لم يستخدم لفظ التحرش لكن كان بيقصد بهذا أي إشارات أو أقوال أو أفعال لها حتى لو استخدم فيها وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أي حاجة بأي حاجة في أول مرة يدخل مفهوم التحرش 2014 قال إيه؟ زود مد على النص السابق وقال يعد تحرشا الرغبة في الحصول على منافع جنسية من مين بقى؟ إضافة للفق من من له سلطة سلطة وظيفية أو سلطة أسرية أو سلطة في المدرسية طيب خليني أخذهم مع ذلك واحدة واحدة عقوبة التحرش وعقوبة هاتك العرض وعقوبة اختصاب الأطفال هل العقوبات متفاوتة؟ طبعا متفاوتة إيه هي العقوبات عشان نستعرف؟ متفاوتة إلى حد كبير يعني لما توصل للقول أو الفعل أو الإشارة بأقوال أو أفعال لها تلميحات أو أو هي العقوبة أقساها خمس سنوات وخمس سنوات دا لما ترتبط بظرفين مشددين إيه هما؟ أول حاجة اللي هتقع الجريمة على طفلة أقل من 18 سنة دا أكبر ظرف مشدد موجود في القانون إذا صاحب هذا أو إذا كان موجود إذا كان الجاني أحد أصول هذا الطفل فعمه جده؟ أحد أصوله لا أصوله هنا الأب وإن علم يعني عمه؟ العم من الأقار ورغم ذلك قال إيه؟ أحد أصوله أو المتولين تربيته المتولين تربيته قد يكون أبوه قد يكون عمه أو أحد من أقاربه أو من له سلطة في مرحزته مدرس مثلا؟ مدرس رب عمل ممكن برضو لما سيب حد أولادي تحت رعاية حد أنا بجياله سلطة أنا بجياله سلطة يلاحظه على فكرة الناس فهم أن التحرش ممكن يقع من الراجل على طفل ممكن يقع من أنسة كمان على طفل وارد وعلى فكرة أول ما استخدم لفظ التحرش في العمل كان بيستخدم صرف النظر عن الجاني من في استخدام السلطة للحصول على منافع جنسية في صرف النظر على الجاني رابل أو رابل يعني عايز أوضح حولي النساعات نقول أن ممكن راجل مثلا يتحرش بطفل صغيرة طب ممكن ستة كبيرة تتحرش بطفل صغير وارد زي ما وارد برضو أن راجل يتحرش بطفل نفس العقوبة بذكر ألد في نفس العقوبة على الست زي الراجل نفس العقوبة لأن هي مشددة بصفة عام لا يعني لو أنسة بالغة وتحرش بطفل صغير أو وقعتهم هي نفس العقوبة طالما تم إثبات الجريم هي نفس العقوبة قلت ظرفين مشددين الظرف أنه هو يكون من له سلطة عليه مدرسية أو أسرية أو في العمل واللفز الثاني بقى قلت الثاني اللي هو يكون أحد أصوله أو من له سلطة ملاحظته أو من يعمل خادما بالأجر عنه يعني السواء الخادم أصلا اللي بيرعاه المربي المربية وهكذا دول ظرف مشدد بيرفع العقوبة بدل ما الأول بتوصل من ست شهور أو الغرامة أيهما أو بتترفع إلى سنة أو الغرامة وأقصى حاجة من سنتين إلى خمس سنوات الظرف المشدد بقى يعمل إيه؟ دعكود التحرش الظرف المشدد بقى يعمل إيه؟ يرفحها من سنتين إلى خمس سنوات يعني الظرف المشدد هنا يخل العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات حرس أي إنما لو جبنا بقى هاتك العرد هاتك العرد بيختلف من الستة لو على أنسة أو على زقر يعني كل مواقعة جنسية لزقر هتسمى هاتك عرد في البنت المواقعة الجنسية اغتصاب الاغتصاب قد يصل من سجن مؤبد وإعدام في الزقر أقصى حاجة سجن مؤبد ده بالنسبة لهاتك العرد لهاتك العرد مع أني أنا شخصيا شايفة أن التأثير في الاتنين في بعض أنا ناهيت الشخصية والأسباب كتير هنعرض لها بعد جدا